موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة بأهم الأخبار نستهلها بأبرز العنوين في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز القوة الجوية يفوز على كربلاء وأربيل يتغلب على نفط ميسان انتخب الشباب يواصل تدريباته على ملعب المدينة استعدادا لنهائيات كأس العالم في أيار المقبل بسميا اتحاد المبارزة يعلن موافقة الاتحاد الدولي على تنظيم العراق لمنافسات بطولة كأس العالم اهلا بكم تغلب القوة الجوية على مضيفه كربلاء بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الكروي الممتاز وتقدم كربلاء أولا عن طريق سجاد رعد في الدقيقة الرابعة والثلاثين وتمكن الشريف عبد الكاظم من إدراك التعادل للقوة الجوية في الدقيقة السادسة والثلاثين فيما خطف ويندي فريكي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة التاسعة والخمسين وبهذا الانتصار رفع القوة الجوية رصيده إلى سبع وأربعين نقطة ليستعيد صدارة الترتيب فيما بقي كربلاء بالمركز الخامس عشر بأربعة وعشرين نقطة حقق أربيل انتصارا ثمينا على ضيفه نفط ميسان بثلاثة أهداف لهدف على ملعب فرانسو حريري في ختام مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز وتقدم أربيل بالهدف الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح شيركو كريم في الدقيقة السابعة والثلاثين وضعف أمجد رادي تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والستين وقلص وسام سعدون الفارق لنفط ميسان في الدقيقة الثالثة والسبعين وأضاف شيركو كريم الهدف الثالث لأربيل في الدقيقة السابعة والثمانين وبهذا الفوز رفع أربيل رصيده إلى ثمانين وعشرين نقطة بالمركز الثالث عشر وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة الثانية والثلاثين بالمرتبة السابعة الحمد لله أشكر على الفوز صراحة اللعبة لم تكن سهلة نفط ميسان مثل ما تعرفون فريق قوي ولكن نحن قدرنا نسيطر على مباراة ونقرأ ونعرف نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم شان نشتغلنا عليهم والحمد لله قدرنا نفوز ونغلب وصار ثلاث لعبات متتالية إن شاء الله القادم أفضل خروض كابتنا أحمد شان أثر علينا بس من إجاة هنقاو يعني ما قصر والجماعة كلهم وإن شاء الله نشكر جماعتنا ونقادم أفضل إن شاء الله اليوم الفريق قدم آداء ممتاز مثل ما قلت رغم التبديلات الفرارية لكن كان كل البدلاء اللي دخلوا كانوا ممتازين وهذا يدل على فريق جيد إنه عندك لعبين نساسين والاحتياط نفس الشي وإن شاء الله نقدر نطموحنا أكثر إن شاء الله لازم ننسى هذه المباراة نادي أربيل طموحها أكثر من هاي المراكز هناك تركيز عالي جدا من قبل كادر التدريبي اللاعبين منتظمين بشكل ممتاز هاي الفترة وأنا الروح راجع لهذا الفريق الكل ينظر إليهم بشكل سواسي طبعا أكيد هذا الكل يرجع للكادر التدريبي إحنا كلاعبين لازم نشكر أنه أشخاص جوا لهذا النادي ومهتمين جدا بهذا الموضوع ومهتمين جدا بهذا الموضوع ومهتمين جدا بهذا النادي أربيل كل شيء تغير خلال هذه الفترة والحمد لله وشكر كل شيء يمر بشكل جيد أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن توقف جديد للدوري الممتاز وأكدت اللجنة أن الدوري الممتاز سيتوقف حتى الرابع والعشرين من نيسان الجاري وصدر هذا القرار من أجل إقامة مباريات ثمن نهاء كأس العراق والتي ستجرى يومي الثالث عشر والرابع عشر من الشهر ذاته وصل منتخبنا للشباب تدريباته اليومية في ملعب المدينة الدولي استعدادا لنهائية كأس العالم والتي ستنطلق في العشرين من شهر أيار المقبل وحضر التدريبات لليوم الثاني على التوالي رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذي كما شهدت تواجد 22 لاعبا بينما غاب عنها اللاعبون عبد الرزاق قاسم وعلي جاسم وقاذ مرعد ومحمد جميل وحسين حسن والمتواجدون مع أنديتهم في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين والذين من المؤمل اتحاقهم في معسكر المنتخب الشبابي في إسبانيا منتصف هذا الشهر أعلن الاتحاد العراقي للمبارزة أن بغداد ستحتضن بطولة كأس العالم للمبارزة وذكر الاتحاد في بيان أن الاتحاد الدولي للمبارزة وافق رسميا على تنظيم العراق لمنافسات بطولة كأس العالم بسلاح السيف العربي للرجال وأوضح الاتحاد أن البطولة ستقام في بغداد نهاية شهر تشرين الأول المقبل وكان الاتحاد المبارزة العراقي قد وضع خطة مركزية لإعادة تأهيل وتطوير المراكز التدريبية التابعة والمعتمدة لدى الاتحاد تغلب فريق الشرقية على فريق الشباب البصري بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة الصلاة نتابع بهات ركزاه الرزاق الذي دخل في خضم المنافسة على لقب هداف مسابقة الدور الممتاز لكرة الصلاة تمكن فريق الشرقية من التغلب على ضيفه فريق الشباب البصري بثلاثة أهداف المقابل هدفين في اللقاء الذي جاء لحساب الجولة العشرين من عمر المسابقة قاعة الشهيد ميثم حبيب المغلقة كانت على موعد لاستضافة المباراة بعد إعادة تأهيلها وترميمها المساندة الجماهرية الغفيرة منحت الشرقية دافعا معنويا كبيرا للسيطرة على أجوال لقاء لينتهي الشوط الأول بالتقدم المستضيف بهدف دون رد الشرقية أضاف هدفا ثانيا في بداية الشوط الثاني هذا التقدم لم يمنع الضيوف من تجيل العودة السريعة في اللقاء عبر تجيل هدفين مباغتين وسط دهول الجماهير الحاضرة زاهر الرزاق عاد لممارسة هواياته التهديفية من خلال إضافة الهدف الثالث الشباب البصري كان قريبا جدا من إدراك التعادل لو لا إهداره لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الحمد لله اليوم الفوز بست نقاط تعرف المتخاربين احنا والشباب البصري الحمد لله الآن الفريق بدأ مستوى يصاعد من مباراة إلى مباراة الحمد لله عفوزنا وأهدي الفوز الجمهور الشرقية والله وفقني سجلت هاترك على شباب البصري قدم فريقنا مباراة تأخر منذ البداية ولكن عوض شوط ثاني هو لعبنا باسلوب وتكتيك عالي ممكن كنا قريبين إلى الفوز حتى في ضربة الجزاء ما وفقنا وبهذا الفوز ارتقى فريق الشرقية للمركز الثاني عشر في لائحة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة ليبتعد عن المناطق المهددة بالهبوط من محافظة واسط العراقية الرياضية ميثاق الزريجي بحضور اللجنة الانتخابية والممثلين عن وزارة شباب والرياضة واللجنة الأولمبية أقام الاتحاد العراقي للفنون القتالية المقتلطة أم أم آي مؤتمره الانتخابي والذي أسفر عن فوز كل من رائد جميل عباس برئاسة الاتحاد وحيدر مهدي نائبا أول بعد عناء في مصدع سنة نقدر نقول هذا المقاضي اليوم قدمنا الحمد لله وجود الطيبين الخيرين ومثل تشوف أكثر أعضاء اتحادات في هذا المقاضي الانتخابي الجميل الديمقاضات حقيقة فنم نقول الحمد لله مبضوك في النقطة العراقية وإن شاء الله دوم من تطور النجاح شكرا جزيلا لحضوركم وكذلك لابد أن نشكر جنوب الوطن العراقية مثلتنا بالكابتن راعد حمودي وكافة أعضاء المكتب التنفيذ والجميع العمومي على تصويتهم وعلى قبول لجنة الأم أم آي الحمد لله رب العالمين بعد عنا دامك ثم 14 عاما مشاركات داخلية وخارجية اليوم انتكللت بثاق الاتحاد العراقي في النقطة العمومي وبتأكيد إن شاء الله سوف يكون رافد دائم ومهم للفنون القتالية طموحنا أكبر إن شاء الله بتحقيق أوسمة كما عودناكم وإن شاء الله الاتحاد تشكيل الشبابية وجميعهم الرياضيين واصحاب الشهادات وإن شاء الله لنكون رقما صعبا بين الاتحادات الرياضية اليوم أتمنى انتخابات الاتحاد العراقي للفنون القتالية المختلطة بفوز رئيس الاتحاد السادراء جميل عباس وستة أعضاء بالاتحاد طبعا الاتحاد هذا بعد ولادة عسيرة طوال 14 عام كنا نطمح لهذا الخطوة لكن الحمد لله هذا الخطوة اليوم صارت على أرض الواقع إن شاء الله نطمح بالمستقبل يكون هذا الاتحاد هو رافد لكل الرياضيين إن شاء الله بالمستقبل وحنقدم فدشي إن شاء الله يليق باسم الاتحاد العراقي المركزي الفنون القتالية عدنا استحقاقات قادمة أولها إن شاء الله بطولة العالم شهر الثامن إن شاء الله فيه أبوظبي اشتركوا في القناة